فلذلك هذا هو الدور الذي يجب أن نقوم به في هذا الوقت لماذا؟ لأنه ليس من المعقول أن تتاح لنا فرصة التغيير ونحن نبقى ننظر إلى هذا البلد وهو ينحدر من أعلى الجبل إلى أقصى نقطة في الوادي ونقول والله نحن لا نملك القدرة للمساهمة في هذا الإنقاذ في إنقاذ البلد مع أنه الفرصة متاحة لنا والطريق أمامنا مفتوح ولا يوجد من يمنعنا وهذا حق كفى له الدستور كفى له القانون وعلى الحكومة أن توفر الحماية والأمن لكل إنسان يريد أن يمارس حقه في اختيار من يمثله في هذا البلد ونحن نملك تجارب متعددة وكثيرة أوصلت هذا البلد إلى أن يحكم بشكل قاطع على بعض الأحزاب بأنها أحزاب ما جاءت من أجل خدمة البلد إنما جاءت من أجل أن تسرق كما تسرق العصابات عندما تقطع الطريق على المرة